صباح الخير يا سادس كيفكم ميس شو اخباركم بشكر كل اللي تواصلوا معاي على المسينجر وحلوا واجباتهم وبتمنى انكم نظلكم تتواصلوا معاي اليوم ان شاء الله رح نبلش باخر وحدة اللي هي بتحكي عن المياه طبعا انتو عارفين يا ميس انو المياه من اعظم نعم الله علينا هي اساس الحياة على سطح الكرة الارضية بتشكل 75% من سطح الارض فهي مهمة جدا طبعا رح ناخد كل اشي بتعلق عن المياه بس عبارة عن ايش عن اجزاء كل فصل بحكي عن شغلة معينة اليوم ان شاء الله رح نبلش بمصادر المياه عنا يا ميس مصادر المياه يتقسم الى قسمين عنا مصادر اعتيادية اللي هي المصادر اللي احنا متعودين نستخدمها وكل اياتنا منعرفها المصادر الغير اعتيادية هي مصادر احنا مش متعودين عليها وما كنا نستخدمها بس للضرورة القصوى وبسبب نقص المياه اضطرينا اننا نستخدمها طبعا رح ناخدها في درس لحالها المصادر الغير اعتيادية بس رح أحكيلكم كلمة عنها اللي هي معالجة المياه الغير صالحة للاستخدام زي مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة فاحنا اليوم ان شاء الله رح نبلش بالمياه الاعتيادية عنا يا ميس مصادر المياه الاعتيادية تقسم الى قسمين اللي هي المياه المالحة والمياه العذبة تخيلوا يا ميس احنا على سطح الكرة الأرضية 97% من المي هي عبارة عن مياه شمالها مالحة وبس 2.5% عبارة عن مياه شمالها مياه عذبة تخيلوا احنا كل الكرة الأرضية منستخدم بس 2.5% هلا في حالات عم نعمل تنقي لهاي المي ومنستخدمها بس اجمالا احنا نسبة المي اللي منستخدمها شمالها تعتبر قليلة لذلك احنا عنا نقص بالمياه طبعا 97% المياه المالحة اللي هي مياه البحر والمحيطات والمياه العذبة كمان اطلعوا 79% من 2.5% تخيلوا قدين نسبة كبيرة هي عبارة عن جليديات الموجودة بالأقطاب المتجمدة الشمالية والجنوبية 20% مياه جوفية و1% مياه سطحية يعني احنا فعليا المتوافر عندنا 21% من 2.5% يعني تعتبر نسبة قليلة جدا لو شفنا هذا المخطط اللي عنا هون هاي المياه المالحة عبارة عن 97.5% المياه العذبة بس 2.5% 2.5% هاي اللي صغيرة النسبة الكتير قليلة 79% منها جليديات 20% مياه جوفية و1% مياه عذبة سطحية يعني فعليا اللي احنا عم نستخدمهم الـ 20% والـ 1% الـ 79% جليديات فيه ناس رح تقولي طب ليه ما نصهرها ونستفيد منها اوكي ممكن بس اول اش عشان نوصل لهاي الجليديات صعب